بسم الله الرحمن الرحيم وبرسوا لله جميعا فقال الدعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لا هديناكم سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيس وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ألم ترك كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها صابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأنفال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة قبيثة نجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم الله أن يأتي يوم الله بيع فيه ولا قلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنسل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وصخر لكم الفلك لتدري في البحر بأمره وصخر لكم الأنهار وصخر لكم الشمس والقمر دائبين وصخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأسنار صدق الله العظيم